اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة رفعت إلى المقام السامي لحضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة طهلا ورعى أسماية التهاني وأطيب التبريكات وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذا الإنجاز يعد تجزيدا للرعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة من حضرة جلالة الملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله بشكل عام والرياضة العسكرية بشكل خاص والاهتمام الذي توليه قوة دفاع البحرين للرياضة العسكرية بمختلف الألعاب قال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إن الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة هو العامل الرئيس والركيزة الأولى وراء هذه النجاحات والمحفز الدائم للاعبين في المنتخبات العسكرية معربا عن ثقته بقدرات الرياضيين العسكريين على تحليق المزيد من الإنجازات والمكاسب المهمة ومواصلة التحليق باسم مملكة البحرين عاليا على منصات الذهب أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز اللافت والكبير الذي يعكس الإصرار العالي والعزيم الجادة التي يتمتع بها المنتخب العسكري وأشار صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أن هذا الإنجاز يعكس المثابرة الدائمة والإعداد الجاد والتحذير الإيجابي لهذه المشاركة كما يبين مدى التقدم الذي حققته الرياضة العسكرية في المحافل الرياضية العالمية وتوجى اللاعب الرقيب سلطان عبدالله الحكم بلقب بطولة العالم العسكرية للغولف في منافسات الفردي لفئة السينيور ضافرا بالمركز الأول والميدالية الذهبية كما أحرز اللاعب الوكيل أول ناصر يعقوب المركز الثاني والميدالية الفضية في ذات الفئة لمنافسات الفردي فيما حصل منتخب قوة دفاع البحرين على المركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى الفرق خلف كندا والثانية والجمهورية الألمانية صاحبة المركز الأول ومثل المنتخب العسكري للغولف في منافسات الفرق اللاعبون الملازم ثاني علي سالمين الكواري الملازم ثاني خليفة دعيج الكعبي الرقيب أول خليفة محمد المريسي الرقيب سلطان عبدالله الحكم الوكيل أول ناصر يعقوب صالح الوكيل أول حمد مبارك العفنان الرقيب منتخب عبدالله الحكم الرقيب من م watery ترجمة نانسي قنقر